تحية للجميع هاد الفيديو أردًا على واحد الفيديو كوندره الأخ محمد ريضا الطوجني حول الكيران وحول السائق المهنية ومن خلاله جميع السائقين المهنيين ديو الكيران والأخ ريضا قال في الكيران وفي السائقين المهنيين ديو الكيران ما لم يقوله مالكو في الخامن وهنا غادي ردو على الأخ ريضا وغنوضحه له أولا يقول الأخريض أنه كان تابع الكار وهز الكابو ديال الموتور باش اهرب من الرادارات وباش الرادارات ليصوروش الماتركي لدي الكار لأنه كان غديب واحد السرعة فائقة اولا من الرادارات يستطيع التحرك بشكل شر ومتنبه حركة اي شخص حركة ومتنبه حيث لا يسمى بشكل شواء هذه الكار لأنه في الشخص الموتور يمكن ان يكون في الشخص الموتور يمكن ان يكون معدقة سميزة أو أنه في الشخص الموتور يبقى في الشخص الموتور فهو من اللي هز ذاك الكابو و ليس هز ذاك الكابو و ليس هز ذاك الكابو و ليس هز ذاك الكابو المسألة الأخرى هو ان الاخريضة يقولك ان ذاك الكار كان غادي مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين وهو كان تابعه اولا نبه الاخريضة ان جميع الحافلات الكيران من اللي يخرجوا جداد فكيتكالو في المئة وربعة ما كيناش حافلة في المغرب اللي يمكنها هاتش دمية وعشرين مئة وثلاثين ما كينش هاتش ويمكن له يتأكد لان عنده هو طرق ووسائل دياله باش انه غادي يتأكد من هاد المعلومة هاده وغير يعرف بللي جميع الكيران كلهم رام محبوسين في المئة وربعة وخايب غي السائق يزيد ما يمكن ليش واغلب السائقين راه اللي يجعل البركة مياه فلوتوروت او المئة وسبعة اللي هي قانونية لان مدونة السير كتعطيل السائق انه يزيد عشرة في المئة واحد الهامش ديال الخطاء بشرط مايفوتش سبعة في المئة اذن فالكيران كلهم رام محبوسين في المئة وربعة ما يمكنش نهائيا الشيكار غادي يوصل مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين هادر او الله صاروخ هذا ما بقى شكار انه المسألة ديال السرعارة ما كيناش والاخري ذكي يقول كان تابعه وغادي مئة وعشرة مئة وعشرة مئة وعشرة مئة وثلاثين هذه الحضورة ديال امسكروت فيها المياه فهو لكان اخطأ نحن غين نشيو معك فمن اعطاك الحق الاخريضة حتى انت تتبعه بمئة وعشرة ومئة وعشرين ومئة وثلاثين انت تنترك ديال الخطأ ما عندك الحق انت ما عندك صفات روطية باش ستتبعه داك الكار بديك نفس السرعة رغم ان انا اؤكد واعيد انه ما يمكنش الكار يوصل هذه السرعة المسألة الاخرى هو انه قلت مشيت للدارك وعلمتهم وما داروا معهواله واحد المسألة اخريضة هو الاعوان محرر المحاضر اللي هما البوليس ريشالد داراك الاعوان ديال مراقبة الطرقية فما كيحررش المخالفات بناء على الشكايات سواء شكاية عادية او شكاية كيدية الاعوان محرر المحاضر كيحرر المخالفات بناء كما تقول المدى 91 من مدونة سير اما بالعين المجردة او باجهزة ووسائل القياس هذه هي باشخصهم يحرر المخالفة فبالعين المجردة هما ما شافوش لان انتك تتابعوه ما كانوا في البياش يعني ما شافوش بالعين المجردة المسألة الثانية اللي هتبقى هي اجهزة القياس الكار فيه واحد الجهاز كي تسمى جهاز قياس السرعة وزمن السياقة الكرونو تاكيغراف هاد الجهاز هذا كيكون مصادق عليه وكيركف المركابة وكتعمر واحد ورقة تشجيل هي كي تشجيل السرعة باش كان غاديدك الكار فالأعوان محرر المحاضر رجال الدرق داروا دكشل عليهم شكي تيب الكار فوقه من اللي وقفه سيطلبون منه الديسك هذا هو باش يعرفوش كان غاديد بالسرعة ولا ما غاديش بالسرعة فمن اللي شافو الديسك لقوا ان السرعة راها قانونية عادية را تلقوه لان انت ما عندك صفات ضبطية باش غا تقول لهم او الدرا كان جايب بالسرعة ولا هاد يضبطيه وعندك صفات ضبطية باش يديروا بكلامك ومخصو يديروا القانون القانون كيقول ان المخالفة اما تحرر بناءا على الملاحظة بالعين المجردة او كتحرر بناءا على اجهزة القياس المسألة الاخرى دي الاخريضاء هو انه سكتعرف ان السائقين المهانين ديال النقل المسافرين وحتى نقل البطاعة المهم غلي ان الامر يدب يتعلق بالسائقين ديال النقل المسافرين سكتعرف الاخريضاء ان السائقين المهانين ديال النقل المسافرين هم الاقل ارتكابا لحوادث السير بناءا على التقرير اللي كتصدروا النهارسة اخر تقرير لصدرات النهارسة فكيقول ان السائقين ديال النقل المسافرين هم الاقل ارتكابا لحوادث السير اللي كيديروا حوادث السير هم صحاب السيارات الخاصة هما في المرتبة الأولى وتابعينهم الدراجة ثم مسألة اخرى هو انه الاحصائيات الرسمية ديال وزارة النقل واللوجيسي كتقول ان الغنية ثمانية ثلاثين في المية من المواطني المغاربة المسافرين يتعرف على الكيران الثمانية ثمانية ثلاثين في ال entreprises ve 38 في وواستعمل هذا رقم قريب من النصر ويدل على ان المواطني المغرب视 تقوم مع المسافرين لهم في الكاران holy Lins maybe 838 وي متقضل فيهما التي يتجهون انه الاحصار لها بعدة الشريكة ولكن فلكر يعانينا لكو مكان wireless الناس تركون الاحصار اتبع الجميع ان تحصل على اوضع الى الوقت وقف في البيجة وانت لاحظت كل الناس ناسين ماذا يدل هذا ؟ يدل على ان الناس مطمئنين لا يمكن ان احد يتجرب منك ان تكون مطمئنين لك لان انها هي و قلتيني ان الناس يترعدون وكانوا خايفين وانه سببا ماذا قال لك أخيه كانوا خايفين؟ اشتريهم؟ هذه شهادة زورها ريضا توجني أنك تقول أن الناس كانوا خايفين و يترعون أنت لا تكتب الناس و حتى كان هذا كل شيء ما قلت له الناس حياتهم قمت بإمكانهم عند الجنبار و أخوه كانوا ينضوا كاملين يقول لهم أن أخيه سيحلم سرعة لا إله إلا ولكن حتى أحد مانات فرجال دارك بناء على الشيكاية فداروا دكشي لهم راقبوا و لقوا الديسك صفرات القصية لا يمكن أن يكون شكاب واحد يبدو أن يقيدوا لأنه سيقولون و نقولون أننا دولة المؤسسات و دولة الحقي و القانون إذن الآخر في حقيقة هذا الفيديو في حق السائق المهني و بحق السائقين مهنيين و مقارنين و هي حقيقة من المجرام لأنه يوجد كانت تحضير مياه في الحضورة أمسكروت وإذا كان كانت تحضير مياه وثلاثين وضبلت فأنت أريد أن تحضير مخالفة أنت تحضير جنحة لأنك ستحضير مياه وخمسين أو ما يعادلها لأنك تحضير جنحة أخصك صاحب الرخصة لمدة ستة أشهر وغير مالي من 4,000 أو 8,000 درهم فأنت تحضير مياه لهذا الآخر يحاول أنك مرة أخرى من اللي تريد أن تحضير فيديوها وكتأكد من المعلومات ويكون عندك ذلك شيء مضبوط لأن الإنسان يحاول أن يرضي المتابعين ويبدأ غير يقول ذلك شيء اللي كان ولي ما كان فما يمكن هذا شيء ما يطول فالمصداقية هي التي تجعل الشخص أن الناس تقفيه ويكونوا عندكم متابعين ويتزاد عنده المتابعين هذه الطريقة الطريقة المتلى أن الإنسان يكون فيه الصدق ويحاول ما أمكن أنه ما يظلمش الناس وما يقولش فيهم شيء كلام اللي غير صحيح وخير ما أختم بهذا الفيديو وقول الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض تحياتي ترجمة نانسي قنقر